السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهاردة معانا اجابة صفحة مية تمانية وسعبعين من كتاب جم. ودول اخر درسين معانا في المنهج في الواحدة الحداشر. لان الواحدة الاتناشر دي يعني قصة وهي غالبا ممكن تكون للاطلاع بس طبعا ده ممناش ان احنا نحفظ الكلمات بتاعتها لانه ممكن اه زي ما عمل في مناهج قبل كده يجيب الكلمات بتاعت اللي هي القصة في اختياري او يعني يوظفها في اي في اي سؤال مش هيسألك عن الاحداث بتاعت القصة ولكن ممكن يجيب لك الكلمات المهمة في القصة في اختياري مثلا او في اي سؤال. فكده يعتبر دول معانا اخر درسين في الكتاب بتاعنا الدرس الرابع والخامس من الواحدة الحداشر. تعالوا نشوف اول اجابة معانا بيقول لك هنا مريدة حسن يعني ولدت في الاسكندرية. هادي الاجابة بتاعت السؤال الاول السؤال التاني. بي اجيب لنقطة بي ابا. كن ايه وطيب مع جيرانك. بي يعني كن مهزب. كن مهزب وطيب مع جيرانك. فريدة organized a fundraising event. يعني فريدة نظامت حدث لجمع اموال او للتمويل. طبعا تو التانية دية اضافة سيبك منها نشيل يعني واحدة منهم ما لهاش لازمة لكي تجمع اموال علشان ملعب جديد لو انت تملك زجاجات بلاستيكية في المنزل نعملهم ايه ريسايكل يعني نعيد نصنعهم نعيد تدورهم تداي فريدا مواط اتشاريتي فور تشالدرن تداي فريدا رانز اتشاريتي يعني تدير جمعية خيرية للاطفال يانج بيولك الشباب يانج بيول يعني الشباب الشباب يجب ان يساعدوا people elder people يعني الايه العجائز او الناس الالدر يعني الكبر في السن volunteering isn't not it's interesting التطوع لا يكون boring ممل انه شيق number 8 فريدا was so successful يعني فريدا كانت ناجحة جدا that she won that twenty twenty community worker award لدرجة انها فازت بجيزة الناشطة المجتمعية لعام عشرين عشرين يعني 2020 وكده خلصنا الاختياري وننزل بقى على التاكست دي يلا نشوف التاكست بتاعنا عندنا river يعني نهر volunteer يتطوع او متطوع neighbors a grand waste اللي هو النفايات يعني او القمامة زي القمامة زي القمامة environmental BM طيب هنا you can do many things to be a good citizen ولك انت تستطيع ان تفعل الكثير من الاشياء لكي تكون مواطن صالح you can be polite and kind to your neighbors انت ممكن تكون مهذب وطيب مع النابورز بتوعك النابورز اللهم القرام you can help old and sick people ممكن تساعد الناس you can not at local charities you can volunteer ممكن تتطوع في local charities في الجمعيات المحلية or help out on a community projects on community projects او ممكن تساعد في المشاريع المجتمعين you can reduce انت ممكن تقلل ال waste النفايات او القمامة زي بام and help the environment زي بولك don't use or throw plastic bags and bottles لا تستعمل او طلقي الزجاجات الايه البلاستيكي او الاكاس البلاستيكي you can clean that ممكن تنظف الايه around you حولك ممكن حد طبعا من الطلاب يقولك طبعا ممكن انظف ال river النهر او انظف البيئة مين فيهم اللي تنفع اللي هتخليني اختار هي river يعني النهر وال environment اللي هي around you يعني حولك النهر مش بيكون حوالينا لكن اللي حوالينا وفي كل مكان هي environment البيئة طيب كده خلصنا السؤال ده وهنا نجيب لي قطعة عام فريدة حسن طبعا موجودة عندنا في كتاب المدرسة فريدة حسن بيقولك ان هي تولدت في اسكندرية سنة 1994 as a child يعني لما كانت طفلة او كطفلة فريدة have her mom buy her elder neighbor's shopping كانت من صغرها كطفلة بتساعد ما بتهب انها بتشتري ال shopping المشريات من الاسواق يعني لجارتهم العجوزة في السن in 2006 سنة 2006 she participated in her first volunteer event 2006 بدأت تشارك في اول حدث تطوع ليهم she and a team of volunteers هي وفريق من المتطوعين عملوا ايه did a beach cleanup عملوا تنظيف للشاطئ in 2012 وسنة 2012 فريدة went to university to study social sciences رحت الجمعة علشان تدرس العلوم الاجتماعية here she organized a fundraising event وهنا بدأت تنظم بها ايه حدث لجمع الاموال to raise money for a new playground علشان تجمع فلوس من اجل ايه ملعب جديد in 2020 سنة 2020 she led a youth give back project in six cities in Egypt هي بقى قادة مشروع اسمه youth give back يعني ايه youth give back give back يعني رد الجميل ويوث يعني الشباب youth give back يعني رد الجميل من الشباب in six cities in Egypt يعني في ست مدن في نص it was so successful that she won that 20-20 community worker ووارد وكانت المشروع ده كان ناجح جدا لدرجة انها فاذت بجيزة آآ الناشطة المجتمعية للعام 20-20-2020 تدعين she runs a charity for children واليوم بقى هي بتدير كلمة ران يعني اجري او يدير لها معنين she runs a charity يعني هي بتدير آآ charity جمعية خيرية للاطفال ده باختصار عن فريدة حسن الناشطة المجتمعية طبعا احنا ممكن نستفاد بالقطعة دي ممكن نكتبها فيه في سؤال الـ paragraph اللي هيجيلنا تحت ده بس لما انجيلها هنقول بس للايه التغييرات البسيطة اللي احنا ممكن نعملها وتعال نشوف كده الاختياري اللي عندنا هنه يقول لك فريدة started her first volunteer event بدأت اول حاجة تطوعية بالنسبة لها اول حدث تطوعي حصل امتى طبعا سنة الفين وستة الفين وستة 2006 فريدة هي عملت الحدث بتاع التمويل ده علشان تجمع ايه money now فريدة runs دلوقتي هي عندها ايه charity جماعية خيرية ايه البروجيكت اللي هي قاضيته في عشرين وعشرين ايو طعا youth give back project she led اهو youth give back project ده المشروع دي الاجابة بتاعة number four what award did فريدة وان ايه الجائزة اللي فازت بيها طبعا the twenty twenty community worker award ده اسم الجائزة اللي هي فازت بيها وده ايجابة رقم خمسة طب عندنا هنا الترتيب بيقول لنا volunteering isn't boring يعني التطوع ليس مملا it's interesting انه شيق نكتب كده volunteering isn't boring it is interesting طيب واللي كان نفسه يعملها كده volunteering is interesting it isn't boring هنقوله مش هتنفع مع ان المعنى حلو يعني وجميل بس مش هتنفع لحق اللي صابها ببسيط خالص الكوما اللي حطها بورينج دي ماشي الكوما دي معنى كده بتقول ان في جملة تاني جاية بعدها علشان كده هي مش هتنفع لها بالشكل ده volunteering isn't boring كوما معنى الكوما ان الكلام لازم يكمل فهمتوا يبقى الكوما دي معنى ان الكلام لسه مخلصش عايزين نكمل آآ ليسا فيك ملقة للفكرة بتاعتنا ماشي اما لو قلت volunteering آآ is interesting it's boring boring هتجي اخر كلمة كده وما ينفعش اخر كلمة يبقى اخرها قامة لازم بيكون في اخر كلمة في ايه full stop ادي المعنى علشان بس لو حد كان نفسه منها كده وشايف ان المعنى كويس هو المعنى طبعا كويس ولكن آآ بيبقى عندنا خطأ في فاحنا لازم نزبط حاجة زي كده فريدا حسن ووز بورن in عليكساندريا in 1994 يالله نكتب كده فريدا حسن مالها وز بورن ولدت في عليكساندريا اسكندريا in 1994 يعني ألف وتسومة ارباطسين reduce reduce waste يعني قلل هذه كلمة reduce دي معناها هي يقلل waste يعني القمامة أو النفايات and help and help the environment قلل النفايات أو الزبالة وساعد البيئة طيب be polite and kind أو kind and polite يعني ممكن نقول لحد يخليك طيب ومهذب أو خليك مهذب وطيب الاتنين زي بقى be polite and kind to your neighbors خليك طيب ومهذب مع الجرام بتوعك أو مهذب وطيب زي ما اتنفقنا طيب what a word did فريدا when ده بيقولك أنا هنا مش شايف إلا واحدة بس اللي هي كلمة فريدا حرف الاف بس بتاع فريدا هنعمله punctuation هنحطه هنا في الشكل ده كده تبقى الجملة كده كامل ماشي let's all be good citizen يلا كلنا نبقى مواطنين صالحين أو جيدين طب حرف الال capital هو ده هيكون معايا اهو حرف الال ده يبقى هنا في أول الجملة لأن أول الجملة لازم يكون capital وفي آخر الجملة دي let's ده مش سؤال بجملة خبرية نحط الفول ستوب في الآخر نسميها فول ستوب أو period يعني طيب وكده خلصنا سؤال punctuation هننزل بقى على الparagraph اللي هو من 50 words بقول لك يكتب عن biography of a famous community worker يعني سيرة شخصية لناشط اجتماعي مشفور طبعا احنا اتكلمنا عن فريدا فاحنا ممكن نتكلم عن فريدا حسن ممكن ناخد القطع اللي هو جايبها هنا دي بس احنا مش هنحفظها حفظ هنعمل عليها شواء تعديلات بسيطة تعالوا نشيل الحاجات اللي احنا عاملينها دي تمام نشيلنا كده سريعا سريعا ايوة كده ونقول ايه اللي احنا ممكن نقوله يعني انا لو عايز اكتب عن فريدا حسن هقول له ايه هقول كده فريدا حسن مش لازم اكتب السنة دي لو انا هنساها انا بس كده حفظت ان هي اتولدت في اسكندرية لو جالي في امتحان مع انه يعني مش موضوع قوي انه يجي في امتحان بس لو فرضنا اللي هو جاب في امتحان وانا نسيت المحافظة اللي فريدا حسن اتولدت فيها فانا ممكن اقول فريدا حسن يعني ولدت في مصر كده انا خدتها في الدولة كلها بقى ما حددتش المدينة لو انا نسيت المدينة لو فاكر المدينة باكتبها يبقى ادي اول جملة فريدا حسن مش لازم التواريد ماشي ممكن هنا بقولها فريدا helped her mom buy elder neighbors shopping وكانت بتساعد مامتها في انها بتشتري shopping للقرب بتاعتهم مش هنكتبها التواريخ يالله نبدأ القومنا اللي بعدها she participated in her volunteer event first volunteer event ماشي القومنا اللي بعدها she and the team of volunteers did the beach clean up ماشي بعد كده ممكن بدل السنين دي بدل in 2012 اكتبها then يعني ثم او after that يعني بعد ذلك الكلمات الترتبية اللي احنا خدناها first يعني في الاول next then after that وممكن نيجي في الاخر خلص ونقول finally ماشي مثلا يبقى نقول ليا then يعني ثم فريدا went to university to study social studies after that بعد ذلك she organized a fundraising event to raise money for a new playground ماشي ممكن نقول في الاخير finally she won the twenty twenty community worker award مثلا لو انا عايز انهي بيها لو مش عايز انهي بيها or next التالي حصل كذا كذا وفي الاخير ممكن نقول الجملة دي زي ما هي today she runs a charity or finally she runs a charity for children مثلا اللي احنا خططنا ده ولو انت يعني ايه هنكتب اللي احنا خططناه بالزبط كده ولو هما اكتر من خمسين ممكن نكتفي بالخمسين يعني احنا هنعدي الكلمات بتاعتنا ونشوفهم لو هما عملوا خمسين اه كلمة مش لازم اكتب كل الكلام ده ماشي بس اه دي اللي احنا ممكن نكتبه عن ان احنا خططناه ده هو ده اللي ممكن نكتبه عن فريدة حسن كايه كوميونيتي ويركر يعني نشطة ايه مجتمعية وكده خلصنا صفحة مية تسعة وسبعين وتعالوا نشوف هو هنا برضو يعني قبل ما نروح للتس هتلاقيه هنا برضو اه كاتب لك باراجراف عن فريدة حسن ممكن نعمله زي بالطريقة اللي احنا قلنا عليها او بالطريقة المكتوبة هنا وهنا كاتب لنا تفتح حاجات كده ترشدنا يعني نشوف الطريقة السهلة بالنسبة لك وممكن نهل بيها وتعالوا بقى دلوقتي معنا دلوقتي صفحة مية اربعة وتمانين عندنا تاست على يونت الوحدة الحداشر كلها يلا نشوف التاست بتاعنا بيتكلم عن ايه اول سؤال معنا في التاست ده بيقول لك listen هتسمع عن ولد اسمه عمر تعالوا نشوف بقى ميله عمر هنا بيقول لك عمر او نرهب in english عمر volunteers to help clean trash from the river trash from the river Laura Laura helps out in the kindergarten class Laura helps out in the kindergarten class okay Ali and his parents donate lots of toys and paintings donate lots and toys and paintings yusuf and his friends started a vegetable garden they grow fresh vegetables yusuf and his friends started a vegetable garden وبكده خلصنا مص listening بتاعنا وتعالوا نشوف الاختيار عندنا هنا بيقولك they like to socialize يعني هما بيحبوا يعملوا socialize socialize يعني يتعرف على ناس جديدة ويبقى اجتماعي they spend time with people بيقض وقت مع الناس and a friend لو اي بطريقة وادودة to not means to take part in something تشارك في شيء بص انت حفظوها take part and بتسوي participate يعني دول كلمتين اللي اتنين معناهم يشارك في يبقى participate معناها take part and take part and participate معناها يشارك في number three we used the nature camera نحن استخدمنا nature camera الكاميرا بتاعت الطبيعة علشان نعمل record how many animals and bears we see علشان نسجل عدد الطيور والحيونات اللي احنا بنشوف ها you press a button بيقولك انت بتدوس على زر او زرار يعني وخلي بالك نراها زي ما قلنا قبل كده button مش button ضنات وصاحة بتاعها button يعني زر you use you press you press a button انت بتضغط على button to make something happen علشان تخلي حاجة happen يعني تحصل بعد كده عندنا تاكست صغير paynegers يعني المراهقون charity جمعية خيرية socialize يكتمع مع الناس أو يصادق الناس يصاحبهم skills مهارات support يدعم أو يساند بقولك التطوع ده حاجة مهمة و موفيدة أو مساعدة للمجتمع كله and to the people who volunteer وللناس اللي بيعاملوا volunteer طيب اللي بدأ volunteering can help التطوع ده ممكن يهل يساعد مين يساعد الشباب أو والإيه بنسميهم المراهقون they learn many وهنا بيأكد لك الإجابة بتاع تقصح بيقولك they يعني هما من هما teenagers المراهقون they learn many important life skills بيتعلموا life skills يعني مهارات حياتيا when they volunteer volunteering can teach them to التطوع بيساعدهم أو بيعلمهم أنهم ما يعملوا ايه and make friends socialize يكونوا اجتمعيين كده ويكونوا صدقات volunteering can give them confidence التطوع ممكن يديهم أو يستطيع أن يعطيهم الثقة when they volunteer to collect money لما بيتطوع لكي يجمعوا فلوس for a charity من أجل جمعية خيرية this helps the community ده بيساعد community كله المجتمع كله وانا بيقولك volunteering is fun and teenagers can enjoy it يعني التطوع ده حاجة متعة ممتعة و المراهقون يستطيعون يستمتعوا به ودي قطعة موجودة في كتاب المدرسة بيقولك علشان تبقى good citizen يعني مواطن صالح تعمل ايه بيقولك اول حاجة بتساعد في المجتمع بتاعك you should be polite and kind بتبقى طيب كده ومهزب مع neighbors بتوعك وكمان بيقولك and everyone in new york يعني ما كل حد في المجتمع you should help all people تساعد الناس العجائز you can do their shopping تعمل التصوق ليهم يعني their shopping and do jobs for them at home مو تعملهم حاجات في البيت اللي هم مو مو بدروش عليهم you should also keep your environment clean من مهروض تحافظ على البيع بتاتك تخليها clean ازاي you can volunteer to clean up beaches rivers and parks بتساعد هم وبتتظوع في ان انت بتنظف لهم بتنظف الشواطئ انهار حضائق you can reduce waste بتقلل النفايات او القمامة this also helps the environment وده حاجة بتساعد للبيع نصيحة تانية بيقول don't use plastic bags or plastic bottles ما تستعملش الاكياس البلاستيكية او الدواجات البلاستيكية you can recycle them اللي هوا العبوات البلاستيكية you can recycle them انت ممكن recycle them يعني يعني تعيد تصنف او تعيد استخدام let's all be good citizens يلا بنا كلنا نبقى مواطنين صالحين and make the world a better place ونخلي العالم ده مكان better يعني افضل طب هنا بيقول لك general idea الفكرة الرئيسية للنص ده بتتكلم عن ايه بتتكلم من زي الانسان يبقى good citizen يعني مواطن صالح you should be and kind المفروح ناخدنا polite and kind يعني مهزب وطيب مع جرانك you should help not people المفروض نساعد اي نوع من الناس the old people الناس الكبيرة في السن what can a person do to help the environment لو عالسة ساعد البيئة تعمل ايه او نشي وكمان ما تستعملش plastic bags or plastic barrels طيب هنا بيقول لك ايه اللي نعمله مع plastic bags اهو الاجابة بتاعت السؤال الاخير you can recycle them ها دي الاجابة بتاعت دي بتاعت السؤال الاخير وعندنا هنا الترتيب بيقول لك volunteer volunteer at a local charity event يعني تطوع volunteer at a local charity event دي معناها ايه يعني تطوع في ايه بنصغرها كده عشان تبعيني يعني ايه كده كويس ايه يعني تطوع في ايه في احداث اه خيرية محلية فريدة حسن runs at charity for children دي شفناها من شوية فوق بالاختيار لما خدنا كلمة run بمعنى يدير يبقى نقول فريدة هذه فريدة حسن مكتوبة احنا بس ايه انا استفاد بالكلام اللي مكتوب هنا هنشيل ايه اللي هو كدب هنا فريدة حسن runs is a charity for children وانا صغر الخط التاني كده شوية علشان ييجي معنا اهو لو واضح كده في الاخير he was the richest man in the village يعني هو كان اغنى رجل في القرية he was the richest he was the richest man in the village في القرية بس ودي الاجابة بتاعت السؤال الاخير بتاعنا هيكده واضحة يعني طب هنا بيقول لك waited patient he waited بعد الفعل بنجيب ظرف او حالة اللي بيكون اخوة الواي فكلمة patient دي هكتبها patiently patiently يعني بصبر هما انتظروا بصبر for the train to leave للكطار لكي ايه يغادر we use the controller to كلمة to بيجي بعدها الفعل في المصدر احنا بنستخدم دراع البلاي ستيشن ليه بقى علشان play يعني نلعب play a computer game لعبة computer وهنا بيقول لك punctuate اول حرف capital من فريدة اول حرف في الجملة دي لازم نعمله capital ماشي نحجزه كده capital اهو واضح فريدة حاسم بقول ان المحافظات والمدن والقرى والدول اه والعواصم دول لازم يكونوا capital في هنا الكزندريا الاي بتاعتها لازم نعملها capital وفي الاخير هو حطت الفلسطوب وبيقول لك هنا اكتب عن helping your community يعني مساعدة المجتمع بتاعك طبعا احنا ممكن نجيبها من هنا من نفس القطعة دي نجيب ازاي بنساعد لان هنا بيقول لك ان انت بتساعد الناس العجائز بتعمل لهم الشوبينج وبتساعد البيئة ما انا كده بساعد الكمبينتي بتاعي ان انت ايه بتتطوع في تنظيف كذا وكذا وكذا وكل الكلام ده ممكن ناخد منه زي ما اعملنا من شوية في مع فريدة حسن ممكن نجيب اه helping your community يعني مساعدة الايه المجتمع بتاعك وكده خلصت صفحة مية خمسة وتمانين وخلصت معنا تدربات الواحدة الحداشر ونشوفكم في دروس قادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا